طبعا كنا عارفين بيجيب لك بيانات ومعلومات اخيرها سنة عشرين واحد وعشرين. لكن بقى رأيك لو جبت لك موقع جميل جدا بيجيب لك بيانات ومعلومات لحاجات حصلت ممكن من ساعة فاتت. ومش برس كده. موقع اللي هكلمك عن النهاردة في اكتر من اداة مش هتلاقيها في مواقع اخرى. موقع النهاردة بشكل مميز جدا هو اسمه لونج شوت اي اي لونج شوت دوت اي اي. طبعا ده بجد موقع خرافي يعمل به الذكاء الاسطناي. وهو فعلا بيحتوي على اكتر من ميزة مش هتلاقيها في اي موقع اخر. كمثال حاجة اسمها فاكت جي بي تي. طبعا هي اشبه بالشات جي بي تي. وانها بيجيب لك معلومات وبيانات من فترة وجيزة. حاجة برضو اسمها سيمانتك سي او. هنا انت ممكن تنشئ مقالات بمختلف الانواع متوافقة مع سيو زي ما بيقول الكتاب. برضو في اداة اخرى حاجة اسمها بي القوالب. طبعا ده اللي ممكن تلاقي انت في مواقع اخرى خاصة بالذكاء الاصطناعي خاصة بالسوشيال ميديا اليوتيوب وكتابة المقالات والعليد من هذه القوالب الممتازة. حاجة برضو اسمها فاكت تشيك. هنا انت بتعرف هذه الفقرة النصية وهذه المقالة وهذا النص بيقترب من الحقيقة ولا لا. هنا تلاقي في اكتر من اداة بجد هتيبهرك بمعنى الكلمة. والاحسن انت بتجرب في هذا الموقع بشكل مجاني تماما. خطوة خطوة وبشكل سريع جدا. نستكشف مع بعض الموقع لونج شوت اي اي اي. وزي احنا ممكن نستخدمه في شغلنا على الانترنت. اولا وقبل كل شي اتعاني من حساب هنا في هذا الموقع العبقري لونج شوت اي اي اي. ويجي على الجزء خاص بلوج ان. هنا ندخل الايميل. بعدها لينك على الايميل. وهنا هكمل بيانات الخاصة بحسابي. الاسم مثلا الكونتينيو. التيم سايز اخليها واحد بس ممكن. هنا رأيت اي حاجة ممكن اكتب انا عليها وعنها زي مثلا الموبيز مثلا اي حاجة كونتينيو. ده كونتينيو وهكزا. وهنا كده هندخلنا كده في اول ميزة واول اداة معانا في موقع لونج شوت اي اي وهي اداة فاكت جي بي تي. بجد الحياة دي اداة مميزة جدا وهتعجبك بجد. لماذا بقى؟ لنظام التفاتي كده وقلت في اول فيديو ان شاد جي بي تي دائمين متعارف عليه ان هو يجب لك معلومات وبيانات. اخرها سنة عشرين واحد وعشرين. يعني هو محدود شوية للتاريخ اللي بعد كده. اما هذه بجد الاداة المميزة جدا فاكت جي بي تي بتجيب لك معلومات وبيانات وحاجات وثائقية ممكن حدثت من فترة قريبة جدا. ممكن من شهر ممكن من شهرين ممكن من اسبوع اللي فات وهكذا. هنا جبك هنا بعض الامثلة شايف انت? هل هتلاقي ممكن فيها سئلة معينة وبعض الاقتراحات التي حدثت ممكن في أوائل الـ عشرين وعشرين ولسه من شهرين فاته وهكذا. على سبيل المسايا سنجرب برده بحاجة منتهى الجمال. الراهج بها هل نحن نسأل عن مراجعة فيلم اوبنهايمر اللي هو طبعا حاليا متصدر البوكس اوفيس حاليا وهو يعتبر من احدث الافلام اللي ممكن ولها تاريخية شوية او وثائقية وتتكلم عن الشخص اللي هو اخترع القنبلة الزرية اوبنهايمر ونكتب بقى اه ونكتب مسلا اه فيلم اوبنهايمر اوبنهايمر موفي ريفيو طبعا بقى هي مراجعة فيلم اوبنهايمر فاكت جي بي تي بيدرس لك كده هذه الكلمة وهذا البرامت او هذا الامر ونحبين نقص على ريفيو لهذا الفيلم اللي هو طبعا لسه تم اصدره في بداية عشرين اتتا وعشرين نعمل هنا كليك على كلمة جينوريت وكده تم الحصول على ريفيو مراجعة جميلة لفيلم اوبنهايمر بشكل مميز جدا قال لكنا ان هذا الفيلم من اخراج كريستوفر ارد نولان وجلب لكنا الكاست وفريق العمل الخاص بتمثيل هذا الفيلم ومختلف الاجواء الخاصة بهذا الفيلم العبقري باضافة المصادر اللي تم نقل منها هذه الحقيق وهذه المراجعات بشكل جميل جدا اذا كده اول موقع معنا واول اداة في موقع هي اداة فاكت جي بي تي ننتقل بقى سريعا بقى الاداة الاخرى الجميلة هنا احنا كده وقفين على الفاكت جي بي تي تاني بقى اداة اسمها الشات طبعا دي جاي ومن اسمها له شبه جدا الشات جي بي تي اذا كده تقريبا يعني اقرب شوية لهذه الواجهة الجميل بقى في اداة الشات الموجودة في موقع لونج شوت اي اي ان هي مدعومة بالجي بي تي فور اذا انت ممكن تسأل برضو اي سؤال انت عايزه وكأنك بالضبط في الشات جي بي تي حاجة بجد جميل جدا وتنساش احنا لسه حاليا بشكل مجاني تماما يبتني اداة معانا وتاني ميزة هي شات الموجودة في لونج شوت اي اي انتقل بقى ديها الاخرى الثالثة وهي البلوج جينيريتور منها بقى بيتم انشاء مختلف المقالات بشكل جميل جدا بجميع انواعها حاجة بجد هتعجبك مليون في المية ازاي بقى هنا انت ممكن تنشئ مقالة خاصة بهاو تو جايدن حاجة ارشادية لاداء حاجة معينة او مهمة معينة او عمل ما بشكل مميز جدا متوافق مع الاسي او الاسي او حاجة برضو اسمها اللي هي عبارة عن المقالات التكلم عن القوام افضل عشر مدن في العالم افضل عشر لعبين كورة على مستوى العالم وهكذا عندك هنا حاجة اسمها كيس ستادي عندك هنا ممكن تنشئ برضو يعني زي اوطلاين كبير خاص بالايبوك او الكتب الرقمية هي خاصة ممكن مقالة تعليمية هنا ممكن تنشئ مقالة زي تجيب انت البدائل لحاجة معينة بديل ممكن لموقع معين بديل لمنتج المعين هنا بيجيب لك جميع البدائل انت بتعمل سردها في هذه المقالة بشكل مميز جدا بجد حياة يعني انها ممكن وحبين نجرب ممكن الجزء الخاص بألترنتيف تو اكس انت لممكن تنشئ زي ما اتفعنا اي مقالة انت عايزها وتكتب كده كذا انت ممكن وليك كمثال او بداية لموقع كانفا او مثلا لكون زي اي حاجة انت عايزها بيجيب لك هنا مقالة طويلة عريضة بجميع المحتويات البديلة عن هذا الموقع اللي هو طبعا بقيه بديل لكلمة اكس برضو نفس الموضوع في مقالة بيكون فيها مقارنة بين منتجين او حاجتين مختلفتين برضو في مراجعة لمنتج المعين وطبعا دي بجد حاجة ممتازة جدا لو انت ممكن حايت تشتغل في او التسويق بالعمولة حقيقة بجد يعني انا شايف ان هو يعني انواع مختلفة من هذه المقالات بجد حاجة جميلة والاجمل انها بشكل مجاني تماما حالو خاص طبعا دي اسمها الورك فلوز انتقل بسريعا الجزء الرابع معنا وهي اداة يعني بقى هنا انت بتعمل اعادة صياغة مقالة معينة او فقرة نصية او نص كبير الى غرض اخر او الى شكل اخر بمعنى افضل هنا لكنها طبعا هنا او النص او المقالة ايا كانت وتعمل اعادة تشكيل هذه الفقرة نصية او هذه المقالة اما الى مثلا هيخصها بالتويتر حاجة اسمها تلخيص مميز جدا وحاجة تنفيذية والجميل بان انا شايف حقيقة اكتر حاجة جميلة في هذا الجزء الخاص به ممكن تنشئ وتحول هذه المقالة بشكل مميز جدا الى جزء من الى اسئلة واجوبة انت كده بتحول مثلا مقالة معينة طويلة وعريضة كده الى شكل سؤال وجواب سؤال وجواب وطبعا دي بجد حاجة جميلة جدا طبعا على سبيل المثال بقى بمنتهى السرعة احنا ممكن نروح مع بعضا على موقع جميل هنا في هذه المقالة تكلم عن تاريخ كرة القدم فاحنا ممكن كنا نتاخذ ممكن جزء كبير من هذه المقالة تمام زي الفولة كده على سبيل المثال نرجع الى ادات ونعم هنا وضع لهذه الفقرة النصية وهنا بقى حبينا نحول هذه الفقرة النصية او هذه المقالة انجاز التعبير الى عبارة عن اسئلة واجوبة وانا بقى في ظرف ثواني بتم تحويل هذه المقالة الى محتوى سؤال وجواب اه شايف انت؟ حاجة بجد منتهى الجمال اول سؤال هو نجد لك هنا الاجابة السؤال الرقم اثنين مع الاجابة الرقم اثنين السؤال الثالث الاجابة الثالثة وهكذا ننتقل بقى سريعا بقى اداة القادمة وهي اداة التمبلتز طبعا هنا كما اتفنا القوالب انت ممكن تلاقيها بشكل متكرر شوية في مواقع الذكاء الاصناع الاخرى الخاصة ممكن بالسوشيال ميديا اليوتيوب وخلافه لكن عن رغب من ذلك هنا تلاقي بجد بعض القوالب الممتازة لمتوافقة مع السيو ومختلف من هذه التمبلتز الجميلة جدا بشكل مميز للغاية باضافة الى حاجة اسمها فاكت تشيك هنا بقى انت تطع الشك باليقين بيعندك فقرة نصية او معلمه معينة حابب تعرف ان هذه الفقرة وهذه الجملة او هذه المعلومة صحيحة ولا لا حقيقية ولا لا من خلال استخدام هذه التمبلتز الجميلة فاكت تشيك حاجة بجددي جميلة جدا للغاية من موقع لونج تشوت اي اي ندقل بقى سريعا بقى للجزء الاخير معنا وهي كلمة ويزرد وهي بتنشئ مقالة معينة متوافقة مع السيو بشكل منمق وبشكل منظم بمعنى تكتب بها العنوان الخاص بحضرتك وانت حاجة بقى تعمله بقى او توافق في محركة البحث لايه؟ يعني لكلمة مفتاحية معينة تختار بقى الدولة المستدفة باللغة المستدفة ومثم تعمل هنا ايه؟ يجب لك الهيدلاين او العنوان ومثم تنتقل الاويتلاين او العنوان الرئيسية والعنوان الفراعية وانتهاء بالهيكل الرئيسي والشكل النهائي من المقالة الخاصة بحضرتك حاجة بجد منتهى الجمال وطبعا انت ممكن تشاهدها بشكل تفصيل اكتر في الجزء الخاص بالبلغ جنوريتور هنا انت ممكن تنشئ كما اتفقنا هنا اي مقالة انت عايزها على سبيل المثال انت ممكن تيجع الجزء خاص باللستكل كالمثال وهنا بتضع هنا مثلا مثل مثلا 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 هنا 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 نفس الفكرة برضو عشان بس ننجس في الوقت تمام هنا طبعا دي العبارة عن نتائج البحث الموجودة في جوجل بشوف لك هنا اكتر الكلمات الموجودة في هذه المقالات ذات هذه الكي وورد عشان طبعا يجبها لك بقى ويدرجها لك داخل المقالة حتى تتوافق مع سي ومحركة البحث تختار هنا بقى التون او اللغة التي تتكلم بها او اللهجة يعني ومتلعها او كأحدى القوائم ها شايف انته ومثل هذه الشاكلة الجميلة من هذه الليستيكز اكتر ممكن اي واحدة فيهم مثلا هنا wie نتقل للخطوة القادمة وهي انشاء وزي ما ترى كده هتلاقينا في عناوين رئيسية وعناوين فرعية وهكذا على طول هذه المقالة الممتازة خلصت كده تجعب على الاخر خطوة وتعملها او انشاء المقالة الخاصة بحضرتك بشكل مميز جدا وبشكل مجاني في موقع والجميل فعلا في موقع فيما يخص انشاء الحصول على مقالة متوافقة مع هي ظهور لك بعض الاحصايات الخاصة بهذه المقالة من ناحية عدد الكلمات الموجودة داخل هذه او مدى قابلية القراءة الخاصة بهذه المقالة الممتازة والخاصة الخاصة وترتبها في محركات بحث جوجل. طبعا هيا بتنساش ان احنا اصلا لم ندرج اي كلمة مفتاحية سوى كلمة واحدة فقط. لكن طبعا هنا عندك بقى اكتر من اداة واكتر من حاجة مساعدة بشكل جميل كدان. زي مثلا ادات الخاصة بالرسيرش. هنا بتلاقي هنا جميع ممكن العنون الرئيسية وعنون الفرعية المقترحة من المقالات اللي هي بترتب عاليا خاصة بهذه الكلمة مفتاحية وهذا الموضوع في محركات بحث جوجل. وانت بقى ممكن تاخد هذه العنوين وتنشئ منها براجرافات بشكل جميل جدا داخل هذه المقالة الممتازة. سوى كلمة او ممكن في هيئة اسئلة واجوبة. شايف انت او حتى كمان ممكن بعض الحقائق اللي بتطعم بها هذه المقالة. ما ميضيف لها كده حس ثقة لدى القراءة. حاجة بجد جميلة جدا. مش بس كده. هنا برضا تلاقينا الكلمات الاكثر انتشارا في هذا الموضوع وانت بقى ممكن تدرجها ايضا في هذه المقالة الجميلة. بجد حقيقة موقع خرافي بجد وموقع مميز جدا. اشتغل له من دلوقتي وزوره في هذه الادوات المميزة الثابقة ذكرها. سواء كان فاكت جي بي تي. واداة شات جي بي تي الموجودة في موقع لونج شوت اي اي. والمختلف القالب الممتازة تعمل بذكال الاصطناعي زي اداة فاكت تشيك. وانشاء الكثير والانواع المختلفة من المقالات سواء كان او حتى كمان البداية الخاصة بمنتج ما. ومثل هذه المقالات المتوافقة مع السيوم. اشتغل مجد حقيقة هذا الفيديو وهذا الموقع عجبكم جدا. ولو كان في اي سؤال اي سفسادة معاكم. اشتغلكم ان شاء الله فيديو قادم ومع السلامة. موسيقى